تتنبى مشروعي أرهب طبعا نحن اليوم أمام أحد إنجازات العظيمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وهو تأهيل وإصلاح معمل للغزل والنسيج إن هذا المعمل يعد بحق أحد أكبر صروح لصناعة الغزل والنسيج في شمال وشرق سوريا ليس هذا فقط بل يعد ركيزة أساسية ومهمة في انطلاق أهد جديد لصناعة الغزل والنسيج في شمال وشرق سوريا حيث يساهم هذا المعمل لانطلاق جديد لصناعة الغزل والنسيج وهي نواة أساسية دعم هذه الصناعة في مناطقنا طبعا هذا المعمل سوف يشجع الأخوة الفلاحين والمزارعين لتحفيزهم للتوسع في زراعة القطن المتميز لتلبية احتياجات الصناعة في مناطق شمال وشرق سوريا مما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديرها خارج مناطقنا مناطق شمال وشرق سوريا هذا المعمل يتضمن تطوير هذا المعمل لتوسيعه زيادة توسيعه لأجل صناعة الأقمشة والصباغة لهذا المعمل هذا المعمل الآن في حالة تشغيل كورديات كل وردية يتجاوز 150 إلى 175 عامل يعني خلال ثلاث ورديات متتالية يشغل هذا المعمل أكثر من 500 عامل بشكل يومي والطاقة الانتاجية لهذا المعمل يتجاوز خلال ثلاث ورديات ستة طوان يوميا بشكل يومي